بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثالثة الأساس الاجتماعي كأحد أسس بناء المنهج المدرسي ونتناول في هذه الوحدة بمشيئة الله تعالى ما يلي أولا مفهوم المجتمع وعلاقته بالمنهج المدرسي ثانيا الأدوار الاجتماعية للمنهج المدرسي ثالثا المنهج المدرسي ودوره في تربية النشأ رابعا ثقافة المجتمع وعلاقتها بالمنهج المدرسي وفيها نتناول مفهوم الثقافة عناصر الثقافة وعلاقتها بالمنهج المدرسي قصائص الثقافة وعلاقتها بالمنهج المدرسي وأخيرا قصائص المجتمع السعودي والمنهج المدرسي أولا ماذا يقصد بالأساس الاجتماعي الأساس الاجتماعي كأحد أسس بناء المنهج المدرسي هو مجموعة المقومات أو الركائز التي لها علاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه المتعلمون هذه المقومات أو الركائز ينبغي أخذها في الاعتبار عند التخطيط لأي منهج مدرسي أو تصميمه أو تطويره أو تعديله فهذا الأساس الإجتماعي يعد من أقوى الأسس في بناء المنهج تأثيرا على مخطط المنهج المدرسي وذلك نظرا لظروف كل مجتمع وخصوصياته وعاداته وتقاليده لهذا المناهج الدراسية تخضع في جميع المراحل لطبيعة المجتمع من حيث فلسفته وثقافته وآماله التي يرجو تحقيقها في أبنائه أما تعريف المجتمع فهو إطار عام يحدد العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع هؤلاء الأفراد يستقرون في بيئات معينة لكن بينهم أهداف مشتركة كما أن هؤلاء الأفراد في هذا المجتمع تحكمهم مجموعة من القواعد والأساليب المنظمة لسلوكياتهم وتفاعلاتهم معنى هذا أنه لو كان هناك أفراد ولا تربطهم روابط مشتركة فهؤلاء لا يكونون مجتمعا حتى ولو كانوا في مكان واحد أما المجتمع وفيه أفراد لا بد أن تكون بينهم أهداف وأيضا هناك مجموعة من القواعد والأساليب والعادات التي تحكم هؤلاء الأفراد اشتركوا في القناة